التحديات الزهنية أخ نزار تتعلق بالمعلومات بالمعرفة بالمعرفة عشان كده واحدة من أهم التحديات اللي بتواجه هذا المؤمن أنه لما يبتدي يفكر هو قبل عمل مسيح بالإيمان والرب يتعامل معاه بالروح القدس بس هيبتدي يفكر في أساسيات الإيمان المسيحي التعليم اللي طالع منه هو صغير اللي استقر في وجدانه وتلاقيه بيطلع لوحده فيبتدي واحدة من أهم الحاجات اللي بشوفها في العابرين بس لا تؤثر على إيمانهم على فكرة لكن تحدي عاوزين يفهموا يعنيه سالوس يعني الله الآب والابن وروح القدس إله واحد عاوزين يفهموا هذا بالمنطق وبالعقيدة عاوزين كمان يدركوا أنه هذا الإيمان اللي هم دخلوا فيه والعلاقة الجديدة اللي دخلوا فيها مع رب يسوع هي بالإيمان وليس بالأعمال عشان كده بتلاقي ده هو بينطبق على سلوكياتهم بعد كده عاوزين يشتغلوا بتلاقي أنه هم عارفين ذهنيا أنه المسيحي لابد أن يعمد فتلاقي أول ما عارف المسيحي النهاردة وتعرف عليه وأصبح له حياة جديدة وعلاقة جديدة بينه عاوز بسرعة يتعمد يعني زهنيا فدي واحدة من التحديات تحتاج إلى صبر من المعلم وتحتاج إلى كلمة الله تغرس رويدا رويدا التحديات الزهنية كثيرة للعابر لأنه عاوز يعرف معلومات خلينا نشبهها مثلا بسنوات التعليم الإجباري ابتدائي وإعدادي وسنوي وجامعة وتعليم عالي هو عاوز يعرف معلومات في مستوى الثانوية أو الجامعة مع أنه هو لسه في أول مراحل ابتدائي فعشان كده زي ما حضرت تفضلت وقلت أنه تعليم كلمة الله تنقسم إلى جزئين أساسيين اللبن العقلي عديم الغش ده للأطفال بس علشان علشان تجنبهم أن يكونوا محمولين على كل ريح تعليم لازم يدركوا هذا والمستوى الثاني هو طعام البالغين اللي هو يقدر يستوعب ويقدر يهضب اللي تكون عنده الحواس مدربة على التمييز بالزبط كده فوحدة من التحديات عاوز يعرف معلومات بس لازم فيه معلومات أساسية محتاج يعرفها في الأول فديت تحديات يعني المعلومات اللي أخلها بالإيمان لأنه اختبر شيء جميل أيوة اختبر حرية اختبر تغيير طبع عمل الروح القدس في حياته بالزبط واقتنع يعني بس المرحلة الثانية مرات كتير فيه ناس بتتردد مش قادر أفهم لأنه مرات مش غلط منه يمكنه المعلم مش عم بيقدر يشرح له ويفهم هو كده خلاص أنت خده بالإيمان أنت عارف المرحلة دي أخ نزار مرحلة الإيمان الجديد دي خطيرة لأنه التعليم الإسلامية أو أي تعليم أخرى لو هو ملح التعليم أي حاجة هي اللي بتغطي لأنه ما عندوش معرفة كتابية كافية عشان كده مهم جدا أنه الكنيسة تحتضن هؤلاء وتبتدي التلميذهم من ألف باه واخد لي بالا ده التحدي الزهني الزهني اشتركوا في القناة